موسيقى الرئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل في العاصمة عذن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى بلادنا اللواء الزبير يتفقد سير العمل في مشروع محط الطاقة الشمسية بالعاصمة عذن بالتزامن مع موجة احتجاجات شعبية لتردي خدمة الكهرباء موسيقى وزير الشون الاجتماعية يناقش مع كبير مستشاري المبعوث الأممي عملية السلام في اليمن موسيقى محافظ حضر موت يكرم النقيب فيصل اليزيدي لتفانيه في عمله ونموذجية قسم الإصدار الآلي بشرطة السير بالساحل موسيقى وانهيار منزل وبداخله ساكنيه في حارة عمر بالشحر دون خسائر بشرية موسيقى طابطوا قاتكم عزيزي المشاهدين من استوديوهاتنا في قناة عاد وقدموا إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من العنوين إلى التفاصيل استقبل دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق بالعاصمة عدن ومعه نائبه في المجلس الدكتور عبدالله العليمي المبعوث الخاص لأمم المتحدة هانس غرونبورغ وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك واطلع رئيس العليمي من مبعوث الأمم المتحدة إلى إحاطة بإشأن اتصالاته الأخيرة على المستويين المحلي والإقليمي والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني تطرق اللقاء إلى مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي خلال الفترة المقبلة في المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية والسياسية ضمن جهود المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تلب تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والاستقرار والتنمية وفي اللقاء أكد الرئيس العليمي التزام المجلس والحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وضرورة تكاملها مع المساعي المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الميليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الجولية شددا على أهمية اعتماد الأمم المتحدة آليات وتوصيفات دقيقة للوضع اليمني بما في ذلك رصد خروقات الميليشيات الحوثية والبناء عليها في اتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام وردع انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الوطنية والدولية تفقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لوعد روس الزبيدي سير الأعمال الانشائية في محطة الطاقة الشمسية مئة وعشرين ميقا وات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القدرة التوليدية لكهرباء العاصمة عدن تتي هذا بالتزامن مع موجة احتجاجات شعبية لتردي خطوة الكهرباء في عدن تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي زيارة تفقدية قام بها اللواء الزبيدي للاطلاع على سير الأعمال الانشائية في محطة الطاقة الشمسية مئة وعشرين ميجا وات في منطقة بير أحمد بمعية وزير الدولة محافظة العاصمة عدن أحمد حامد لملس المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القدرة التوليدية لكهرباء عدن اللواء الزبيدي استمع خلال الزيارة من مندوب الشركة الاستشارية النمساوية التي تتولى تنفيذ المشروع وبحضور وزير الكهرباء المهندس مانع بن يومين إلى شرح مفصل عن مرحلة المشروع ومكوناته ونسبة الإنجاز في كل مرحلة وجودة ومواصفات المواد المستخدمة في المشروع بالإضافة إلى الجدول الزمني لدخول المحطة للخدمة وقام بجولة في موقع المحطة التي تقام على مساحة مليون وستمائة ألف مترا مربع مبينا ارتياحه لما شهده من وطيرة عالية في إنجاز أعمال الأساسيات والصبيات الخاصة بالألواح والمحطات التحويلية ومشد على إدخال المحطة للخدمة للتخفيف المعاناة عن أبناء العاصمة عدن وفي المقابل تشهد العاصمة عدن موجة احتجاجات غاضبة على خلفية تردي خدمة الكهرباء بصورة غير مسبوقة حيث قام العشرات من المواطنين في مديريات الشيخ عثمان وخور مكسر وكذا كوريتر بسد الطرقات وإحراق الإطارات وذلك تنجد بتدهور خدمة الكهرباء وتزايد الانقطاعات التي وصلت إلى حوالي ثمانية عشر ساعة في اليوم الواحد بنظام ثماني أو تسع ساعات انقطاع مقابل ساعتين للتشغيل طمى لواء دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بزيارة بشركة مصافي عدن وعقد اللواء الزبيدي اجتماعا بإدارة وكوادر الشركاء مطلعا إياهم على جزءا من مخرجات اجتماع اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية والإجراءات والقرارات التي اتخذت لتفعيل عمل المصافي مستمعا من إدارة الشركة إلى شرح على الجهود التي يبذلها الكادران الإداري والفني بعادة تشغيل المصفى وجملة الصعوبات التي تواجههما في هذا الجانب وأكد اللواء الزبيدي ان التوجيهات صدرت بعودة المصفى للعمل كمنطقة حرة لخزان المشتاقات النفطية للموردين كمرحلة أولى مع التحضير لبدء عمليات التكرير كمرحلة ثانية مطالبا إدارة الشركة لبذل أقصى الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة والعروض التشجيعية الجاذبة للموردين وشيرا إلى أن عودة مصافي عدن العمل سيعطي مؤشرا حقيقيا على دوران عجلة التنمية في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام نظرا لما تمثله من ثقل اقتصادي كبير ومصدر إرادي بالغ الأهمية آمل أن يعود لزيارة الشركة خلال الفترة القادمة وهي تعمل بكامل قدراتها وطاقتها الاستيعابية في الخزن والتكرير استقبل لواو الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوب رئيس الجمعية الوطنية رجل الأعمال الشيخ سعيد بن محسن المشجري وصرد اللقاء والأوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية في البلاد ودور القوات الجنوبية المرابطة في الجبهات للدفاع عن حياض الوطن ودرء الخطر عن الجنوب وألية تسهيل الاستثمار في البلاد وتفعيلها بما يسهم في جذب المستثمرين والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وانعاش القطاع الاستثماري أشهد اللواء بن بريك بالدور البارز للشيخ سعيد المشجري أثناء قيام الهبة الحضرمية في الوادي والساحل ودعمه لها في مجلات عديدة ويعد نموذجا مشرفا لرجال المال والأعمال في حضر موت أكدت مصادر مطلعة عن وصول المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إلى العاصمة عدن اليوم أكدت ذات المصادر إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السيد هانس غرنبورغ وصل برفقة عدد من عضاء مكتبه على متن طيران اليمنية إلى العاصمة عدن قادما من العاصمة المصرية القاهرة وأن المتوقع يلتقي السيد هانس رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي وعدد من نواب المجلس المتواجدين في عدن لبحث مسار عملية السلام في بلادنا استقبل رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد المالك في العاصمة عدن رئيس وعضاء الفريق السياسي والعسكري لدعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة عبدالهادي بن جبران آل مالح تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية وجهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للتعامل معها بدعم من الأشقاء في تحالف دعم شرعية بقيادة المملكة العربية السعودية أكد اللقاء أهمية وحدة الصف بين مختلف القوى الوطنية في هذه الظروف لمواجهة التحديات والتعامل معها بمسؤولية على طريق استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل تنميتها وتطويرها بما يعود للمنفع المشترك بين شعبي البلدين ونقشها الجانبان العديد من جوانب التعاون بما في ذلك تفعيل نعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وتفعيل أليات التشاور السياسي ومنح مزيد من التسهيلات اليمنيين المقيمين بقطر تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن والجهود الإقليمية والأمومية الرامية إلى إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها وأشهد الوزير بن مبارك بمواقف دولة قطر الثابثة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة واستقرار اليمن معبرا عن تقدير المساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها المنظمات القطرية الخيرية للشعب اليمني من جانبه أكد وزير الخارجي القطري على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التنموية جديدا موقف بلادي الراسخ في دعم الشرعية الدستورية ووحدة وأمن واستقرار اليمن ودعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدامة التقى وزير الإعلامي والثقافة والسياحة معمر الأرياني وزير الإعلامي في المملكة العربية السعودية سلمان الدوسري لبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتأكيد على أهمية التواصل واستمرار التنسيق في القضايا التي تخص الجانبين وعبر الوزير الأرياني عن الاعتزاز بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي توجد بالمواقف التاريخية المساندة للشعب اليمني من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل دعم الشرعية وجود استعادة الدولة وإسقاط الإنقلاب الحوثي المدعوم من إيران من جانبه أكد وزير الإعلام السعودي على عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وخلق شراكات فاعلة بين الوزارتين في كافة المجالات بما يخدم الأهداف المشتركة بحث وزير التقطيط والتعاون الدولي وعذ بذيب مع القائم بأعمال مجير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية للأوتشا في اليمن طارق تلاحم مستوى تدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية في البلاد وصارض اللقاء خططي وبرامج مكتب الأوتشا في العام القادم وأكدت تحطيرات الجارية لتنظيم ورشة عمل حول تعزيز الشراكات الإنسانية بين الحكومة والأوتشا تطرق الوزير بذيب إلى برامج والسياسات الحكومة لمعالجة الأوضاع العامة التي تعاني منها البلاد في مختلف المجالات بهدف وضع حلول سريعة للحد من تدهور الاقتصاد وانهيار العملة مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة في إيجاد قنوات تواصل مباشرة مع الشركاء والداعمين توحيد جهود حشد التمويلات اللازمة لاستمرار تنفيذ المشاريع بما يحقق الفائدة من تقديم المساعدات والتقفيف من حجم المعاناة الإنسانية في البلاد من جانبه أشهد القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة بالتعاون القائم بين الحكومة والمنظمات الأممية مؤكدا الحرص على مساعدة جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي دعيق العمل الإنساني في اليمن نقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري والسيدة فاطمة لنقي كبير مستشاري المبعوث الأممي لليمن السيدة هانس أغرنبرغ عملية السلام الشاملة في البلد ودور المرأة في تعزيز جهود الأمن والسلام كداء الوزير والزعوري إن أي عملية سلام قادمة أجب أن تكون شاملة لكل الملفات بحسب الأوضاع القائمة على الأرض والتي منها ملف الجنوب كإطار تفاوض مستقل لافتن إلى الدور الذي يجب أن تطلع به الأمم المتحدة في ظل التحديات المواثلة أمام عملية السلام كما شدد الزعوري على ضرورة أن تكون العملية التفاوضية موضوعية وعادلة وملامسة لتطلعات الشعبي في محافظات الجنوب والمناطق المحررة كما نقش الوزير الزعوري مع مستشار المبعوث الأممي الأوضاع الكارثية في محافظات الجنوب والمناطق المحررة بسبب الحرب الاقتصادية التي تتشنها الميليشيات الإرهابية الحوثية واحتياجات وأولويات المجتمعات المحلية واحتياجات النساء والفئات الضعيفة وملف الحماية الاجتماعية والدوري ومؤسسات المجتمع المدني والخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلامة بحث وزير الصحة دكتور قاسم بحيبح بالعاصمة عدن مع فريق من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى اليمن عددا من الموضوعات المتصلة بمجالات التنسيق المشترك في القضايا المتصلة بالصحة ووضع الفريق ووزير الصحة في صورة الوضع الراهن للمهاجرين واللاجئين وكيفية دمج البرامج الصحية للاجئين مع خدمات وزارة الصحة وتحديد أوجه التعاون المشترك في مختلف المشاريع التي تتبناها المفوضية والتخطيط والتحضير للمرحلة المقبلة وأشار الوزير إلى الاحتياجات المتزايدة واللعباء في الوقت الراهن لمواجهة احتياجات اللاجئين مع استمرار تدفق أعداد كبيرة من القرن الأفريقي تصل إلى أكثر من مائة ألف مهاجر إلى إعادة التفكير في المناطق التي تشهد تجمعات اللاجئين في المحافظات التي تشكل محطات انطلاق لهم ودعم المراكز الصحية فيها وعمل خطة لفتح مراكز في كل من عتق ومأرب وسعدها ناقش مجلس وزراء العدل في اجتماعه الدوري برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة في العاصمة عدن القضايا المتعلقة بتعزيز أداء قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها والسبل الكفيلة بتطويرها وتقييم الخطط والمشاريع المنفدة خلال الفترة الماضية أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة أهمية متابعة الجوانب الإدارية ورقابية والمعالجات اللازمة لتطويرها خاصة المتعلقة بأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها تطرق الاجتماع إلى جملة من المواضيع المتعلقة بسير أداء القطاعات والخطط الجاري تنفيذها لربع الأخير العام الحالي وما يتعلق بالتعديل والإضافة بالنصوص القانونية الخاصة بعمل المنظومة القضائية نقش الاجتماع التصور الأولي لخطة التحول الرقمي المقدمة من قطاع التخطيط قرر الاجتماع تكليف وكيل قطاع المحاكم والتوثيق برفع تصور بخصوص نفقات تشغيل بأقلام التوثيق إلى حضر موت حيث كرم محافظ حضر موت موخوتة بن ماضي بالمكلة النقيب فيصل علوي اليزيدي مساعد مدير إدارة شرطة السير بساحة لحضر موت رئيس قسم الإصدار الآلي وذلك نظير انضباطه وتفانيه في عمله وخدمة المواطنين وتطوير قسم الإصدار الآلي بإدارة شرطة السير أشهد المحافظ خلال التكريم بحضور العميد مطيع المنهالي مدير أمن حضر موت الساحل بالتزام النقيب فيصل اليزيدي بالدوام اليومي والتعاون مع مختلف المواطنين ونمو انتجية قسم الإصدار الآلي بإدارة شرطة السير بالساحل إلى جانب تقديمه للمساعدة الفنية لأقسام الإصدار الآلي بإدارة شرطة السير في الوادي ومحافظتي الحديدة وشبوة طلع المحافظ خلال اللقاء على حملات ترقيم المركبات والدرجات النارية شددا على مواصلة الحملات من قبل إدارة الأمن وشرطة السير لضبط المخالفين والمركبات والدرجات النارية الغير مرقمة تتبيث دعائم الأمن بالمحافظة في وادي حضر موت داشنا وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري ومعه رئيس جامعة سيئون محمد الكثيري الندوى العلمية الأولى لطلاب كلية الطب بجامعة سيئون في مجال الطب الشرعي والسموم وكيل المحافظة أشار إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الندوات العلمية في المجالات المتخصصة التي تلبي احتياج أساسي ومباشر للمجتمع مؤكدا أن طلاب كلية الطب وزملائهم من الكليات الأخرى يعدون من المخرجات المتميزة التي تفخر بها جامعة سيئون إلى ذلك اطلع وكيل المحافظة ومعه مجير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بوادي وصحراء حضر موت هاني العمودي على مستوى الإنجاز في بناء وتشطيب الدور الثالث بالمبنى الأكاديمي بهيئة مستشفى سيئون العام مستمعا من مقاول المشروع عن مستوى التقدم في أعمال التشطيب التي تجرى بوتيرة عالية وفق المواصفات والخطط المعدة أكد الوكيل والعامري سعي السلطة المحلية لاستكمال التجهيزات في البنية التحتية في هيئة مستشفى سيئون العام وتهيئتها لتكون مستشفى يقدم الخدمات الصحية التي تلبي تطلعات الجميع وفي مقدمتهم المواطنين دشنا المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحة لحضر موت الأستاذ أحمد بادروس بالمكلة مشروع توزيع الحقيبة المدرسية بتمويل من المؤسسة إثناد للتنمية والأعمال الإنسانية عقب التجهيين اجتمع المجير بادروس بقيادة الجمعية والكادر الإداري والتدريسي مستمعا منهم إلى أبرز الاحتياجات الأساسية التي تتطلبها الجمعية وكذلك المعوقات التي تعترض سير العملية التعليمية فيها مؤكدا حرص مكتب الشؤون الاجتماعية في دعمي ومثندة طلابي وطالبات ذوي الهمم تذليل الصعوبات التي تعترضهم أثناء مسيراتهم التعليمية بدوره أوضح رئيس مؤسسة إثناد سالم بن دحيم إن المشروع تضمن توزيع 3500 حقيبة مدرسية سيتم توزيعها على طلاب وطالبات فئة الأيتام ومرضى السرطان والفقراء وذوي الهمم العالية في معظم مديريات ساحل حضر موت في الشحر دشن نائب والمدير العام لمديرية الشحر الأستاذ مصبح العبد البحسني بمعية الأستاذ سقاف الهدار مدير مكتب التربية بالمديرية توزيع الحقيبة المدرسية في عموم مدارس المديرية لـ 14265 طالبا وطالبة وخلال التدشين أشهد البحسني بجهود وتدخلات منظمة اليونسيف في دعم قطاع التربية ونويها إلى أن هذه الحقيبة ستخفف عن كاهل الأسر لشراء الحقيبة والأدوات المدرسية كما أوضح الأستاذ الهدار أثناء تدشين الحقيبة المدرسية في مجمع عبدالخالق البضاطي ومدرسة عمر بن العاص ومدرسة سعاد أن عملية توزيع للحقيبة المدرسية لـ 14265 طالبا وطالبة في عموم مدارس مديرية الشحر من صف أول حتى سادس أتت بكل سلاسة ويسر شكرا جهود محافظ حضر موت لدعم قطاع التربية لاستمرار سير العملية التربوية بالمحافظة بكل سلاسة ويسر دشنا وفد من جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت مشروع حملة خفف عليهم لمخيمات النازحين بمدينة الشحر ويشمل المشروع توزيع منظومات الطاقة الشمسية بما تحتويه من ألواح وبطاريات ولمبات ومراوح بالإضافة إلى توزيع السلل الغذائية يهدف المشروع إلى التخفيف من معاناة النازحين في ظل الأجواء الصيفية الحارة التي تشهدها مدن ساحل حضر موت وفي الشحر أيضا أقامت مبادرة ثقافة حياة بالشحر جلست مناقشات كتاب الهشاشة النفسية ضمن فعليات نادي القراء برعاية كريمة من المجلس التنسيقية الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بحضر موت ودى دكتور هادون العطاس بمناقشة محاور الكتاب ويبدأ رأيه فيها وعكسى على واقعنا مفصلا آراء الكتاب مفندا كلامه مواقفه في بعض القضايا ومناقضا له في بعض منها عكسا بذلك خبرته الواسعة في مجال علم النفسي ومعالجته الكثير من الحالات كما ناقشت الأستاذة حمدى بحميد عن المشاكل التي يسردها الكتاب وكيفية مواجهتها متحدثة عن أثر السوشيال ميديا في توليد الهشاشة النفسية تطرقت لثقافة اللاحكم وغيرها من الأفكار التي تتعلق بالهشاشة النفسية وفي ختام المناقشة كرم رئيس المبادرة سامح باسويد المساهمين في إنجاح المناقشة بشهادة تقديرية شكرا لهم حضورهم وحسن حديثهم إنهار منزل وبداخله عدد من السكان في حارة عمر بالشحر وسط أنباء مؤكدة عن عدم وجود خسائر بشرية تذكر أكدت مصادر مطلعة أن جميع ما بداخل المنزل للممتلكات وأغراض تضرت وتهالكت نتيجة إنهيار المنزل ورجحت المصادر أن سبب الحادثة يعود إلى تسرب في شبكة المياه أسفل المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ما أدى إلى انهيار المنزل هذا وقامت فرق الأمن والإنقاذ بالحضور إلى الموقع والبحث عن أسباب هذه الحادثة في المهرة ناقش وكيل محافظة المهرة صالح بن عليان مع مدير عام جهاز محوى الأمية الأستاذ مطران حميد احتياجات تعليم الكبار وجهاز محوى الأمية بالمهرة وقد اللقاء مع القائمين على جهاز محوى الأمية للوقوف على احتياجات الجهاز لأجل مواصلة تعليم الكبار والقضاء على محوى أمية القراءة والكتابة وأمية الكمبيوتر والحاسب الآلي دعا الوكيل بن عليان القائمين على جهاز محوى الأمية إلى بذل المزيد من الجهود لأجل وصول التعليم إلى أعلى نسبة من الكبار الأميين معبرا عن شكره لكل الجهود المبدولة من قبل الجميع في الجهاز وفي المهرة أيضا اختمت بمدينة الغيضة عاصمة المهرة الدورة التدريبية الخاصة بتطوير مهارات التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي الأسري لمنتسبات الشرطة النسائية للإدارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة وفي حفل ختام الدورة التي شارك فيها ثلاثين شرطية شدد مساعد مدير الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العقيد روكن محسن بالحافة على أهمية تطبيق ما تلقوه أيام الدورة في ميدان العمل مؤكدا اهتمام قيادة الأمن بالسلك النسائي العسكري وأهمية دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط الجريمة أشرت العميد علي صالح مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية إلى الأخلاق الأمنية والحزم لدى الشرطية مثمنة جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة الكبير وإخلاصهم في خدمة الوطن ختام النشر تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل في العاصمة عدن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى بلادنا اللواء الزبير يتفقد سير العمل في مشروع محط الطاقة الشمسية بالعاصمة عدن بالتزامن مع موجة احتجاجات شعبية لتردي خدمة الكهرباء زير الشون الاجتماعية يناقش مع كبير مستشاري المبعوث الأممي عملية السلام في اليمن محافظ حضر موت يكرم النقيب فيصل اليزيدي لتفانيه في عمله ونموذجية قسم الإصدار الآلي بشرطة السير بالساحل وانهيار منزل وبداخله ساكنيه في حارة عمر بالشحر دون خسائر بشرية أصلنا وإياكم عزيزي المشاهدين إلى ختام هذه النشرة قدمناها إلى حضرتكم من قناة عاد المزيد من الأخبار تابعوا منصات عاد على مواقع التواصل الاجتماعي أو زوروا موقعنا الرسمين على الويل شكرا للطيب المتابعة أطفال منا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة